اشتركوا في القناة مع تقييم سريع لكل نوع ان شاء الله وفي فيديوهات بعد كده هنقيم كل منتج منهم على حدة بالتفصيل قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اتمنى منكم دعم القناة والاشتراك لنستمر وليصل لك كل جديد عن اسماك الزينة هنبدأ باول نوع اللي هو الروز والحاجات اللي شكله عشان ده اول اكل بيشتريه الهاوي الجديد اللي ما بيبقاش عنده اي خبرة وكمان بيبقى عاوز يشتري حاجة على قد الايد زي ما بيتقال يعني او بيتباع بكلام فاضي وطبعا مش متخيل ان اكل السمك الهاوي الجديد يعني بيبقاش متخيل ان اكل السمك بيبقى غالي وبيتباع منه بالجرام او نحب اقولك انك بتأكل السمك بتاعك تبني ولا ليه اي لازمة ولا اي فايدة نهائي بالعكس انت بتضر السمك بتاعك مش بتفيده خالص او بنصح كل هاوي جديد يبعد عن الانواع اللي زي كده نهائي نيجي بقى لتاني نوع هنتكلم عنه وهو الاكل السايب او اكل الشكاير او برضو بيتقال عليه البولندي او الكندي او الدنماركي للحاجات دي يعني ده كله اكل يا جماعة اكل مزارع بلطي وغيره من الاسماك اللي هي اللي بناكلها يعني مش مخصص لاسماك الزينة اصلا هو طبعا ضرره اقل كتير من اللي قابله من الروز والحاجات اللي احنا قلنا عليها بس برضو ما بنصحكش بيه لان مكوناته في الاساس لا تصلح لاسماك الزينة وكمان بتبص تلاقي بيخلي لون المية اصفر طبعا برضو اتلاقي سعره معقول كتير عن سعر الاكل المخصص لاسماك الزينة عشان كده هتلاقي الناس بيتبقى اللي هو بيكبيلوا عليه انه جاب اكل للسمك في بعض الافادة ومنها انه مش هيقدر على التعامل مع الاكل مستورد لارتفاع سعره برضو بنصحك بلاش منه تالت حاجة هنتكلم عن الاكل المخصص لاسماك الزينة اللي هو محل الصنع احنا كنا بنعاني لفترة قريبة ان السوق مفهوش غير الاكل بتاع مزارع البولت اللي اتكلمنا عليه والاكل مستورد الغالي جدا الحمد لله بدأنا نشوف تلت منتجات محلية الصنع بجودة محترمة وسعره مناسب هنتكلم الاول عن البورشيلد وده عشان هم عاملين اكتر من نوع اكل مخصص لانواع متعددة من اسماك الزينة انا تجربت الشخصية لمدة تلت شهور للنوع المخصص للسيكلد الافريقي اقدر اقول اننا ماشيين على الطريق الصحيح وان فيه حاجة معمولة تستحق الاشادة والتشجيع بداية اقبال السمك عليه من اول لحظة عكس انواع كتير والله هتلاقي فيه انواع مستوردة هتلاقي ما بيقبلش عليها بالسرعة اللي انا قبلتها معدي يعني ده غير التأثير الملحوظ على النمو والالواني ان شاء الله يبقى فيه فيديو تقييم شامل مخصوص للبورشيلد انا عن نفسي مديله تقييم ممتاز لان المطلوب منه كل حق اقولي ده زائد سعره متوسط في متناول اغلب الهواء ثانيا انا هنتكلم عن اكل رويل وهم عاملين تلت انواع بس نوع الافريكي والامريكي والفايتر برضو انا اجربته للافريكي بصراحة حاجة ممتازة تستحق الدعم والاشادة وبالنسبة لي هو والبورشيلد بنفسه بعض جامد في الانواع المشتركة سعره برضو متوسط في متناول اغلب الهواء تالت نوع من الانواع المحلية الصنع الفيشماج الفيشماج ده عبارة عن دود وبتعمله تكفيف انا الصراحة مجربتوش بس من تعليقات الناس عليه لقيت يعني فيه اشادة بيه وسعره برضو في المتناول نصيحتي لللي عاوز يعمل المعادلة الصعبة انه يؤكل اسماك واكل مفيد وفي نفس الوقت ما يتحملش عباق مالية كبيرة انه يشتري اي اكل من البورشيلد او رويل اما بقى لو انت من نوع الموسوس شوية وعاوز تتعامل مع انواع ليها باع في السوق في الاسواق العالمية وتقييمها لا خلاف عليه وفي نفس الوقت الكدرة مالية عندك تقدر تتحمل يبقى كامل معايا الفيديو اعرفك الانواع المستوردة من الارخص فيهم للاغلى هنقول رابعا اكل كاسل ده نوع متوفر كان موجود عند اسلام يا سين انا معرفش حاليا ما متوفر ولا لا هو اكل صيني ومن الانواع الجيدة وسعره معقول كنت بلاقيه للسيكل الافريقي والفلاور هورن فقط دي خامسا الهيكاري والغاني عن التعريف اكل ياباني الصنع تكنولوجيا التصنيع بتاعته عالية جدا جودة محترمة وعملين اكل كل انواع السمك الزينة العزب والمالح وكمان الزواحف انا بشوف ان سعره مناسب لجودته الوكيل بتاعه في مصر حاليا هو هكياريا ارابيا هسيب لك لنك صفحتهم على الفيس في الوصفة اسفل الفيديو ان شاء الله الانواع اللي جاي بعد كده تقريبا متقربة كلها في السعر والجودة اا يعني انقول سادسا دجانة بصراحة ده حاجة محترمة جدا 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 متوفر لأنواع كتيرة لأسماك الزينة سعره مرتفع الجرام منه بيبدأ من 2.5 جنو الوكيل لي في مصر سمايل فيش برضو أسيب لك اللينك بتاعهم في الوصف أسفل الفيديو سابعا أكل تيترا ده غني عن التعريف أكل ألماني صنع جودة عالية وحاجة محترمة وده ممكن تلاقيه عند الحج محمد حلمي أو بعض التجار تانين وأعتقد أن صعب التجار يجيبوا منه عشان سعره المرتفع برضو الجرام منه ستلاقيه بيبدأ من 3 جنيه ثمنا أكل الجي بي ال برضو ده أكل ألماني الصنع والجودة أعلى من التترا برضو هتلاقيه مش متوفر كتير ممكن تلاقيه كميات محدودة عند بعض التجار زي إسلام ياسين أو محمد حلمي عشان برضو سعره المرتفع تاسع نختم به السيرة زي إخواته اللي قابله ألماني الصنع بجودة فائقة وبسعره مرتفع برضو لو لقيته ممكن تلاقيه بكميات محدودة عند بعض التجار نصيحة الأخيرة بلاش أول نوعين خالص لو هتتعامل سواء بالأنواع المحلية أو المستورطة اللي ذكرناهم عشان توفر على نفسك وتنوع الأكل لأسماكك حاول تعمل ميكس يعني يبقى عندك نوعين من الأكل الجاف زائد الأكل الطبيعي المتوفر في البيت عندك وده كنا عملنا فيديو عنه وسأسيب لك اللينك بتاعه في الوصف أسفل الفيديو وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى أتمنى أن أكون أفدتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا